لقد أكدت مراراً أن هذه المأمورية ستكون بالشباب وللشباب وأجدد اليوم التأكيد على ذلك نعم، ستكون مأمورية بالشباب لأن الشباب هو أمل أمتنا وعدتها وعتادها حاضراً ومستقبلاً فلا أمل لأمة تترك شبابها في مهب الريح ضائعةً طاقاته خارج مسارات التعليم والتكوين والإندماج والمشاركة وستكون مأمورية للشباب لأننا سنكرس كل سياساتنا العمومية لمحاربة البطالة ولتعليم وتكوين ودمج الشباب كل الشباب مهما اختلفت مساراته وسنعمل من بين أمور أخرى كثيرة على إنشاء جهاز إداري مدعوم بالإمكانيات الضرورية والصلاحيات الواسعة يُعنى بمعالجة قضايا الشباب بكل أبعادها وكلالك على إنشاء آلية لتنظيم خدمة تطوعية مدنية تساهم في التأطير والتكوين وغرص قيم التآخي والمواطنة ترجمة نانسي قنقر